موسيقى الحرس ثوري ليراني يهدد باستهداف منشآت اسرائيل النووية وزير الخارجية تحدث عن عدم رغمة بلاده في التصعيد الجيش الاسرائيلي يتأهب لاتياح رفح ومجلس الامن يصوت اليوم لعضوية فلسطين الكاملة في الامم المتحدة لبنان يشدد على ضبط الوجود السوري بالقانون ووزير الداخلية يقول لن نسمح بأية توترات امنية اكد قائد فايلق الحماية والامن للمراكز النووية الايرانية احمد حقتلب ان بلاده مستعدة لمواجهة اية هجمات اسرائيلية على منشآتها النووية وقال انه طهران قد حددت المراكز النووية الاسرائيلية والمعلومات اللازمة من اجل الرد على تحركات اسرائيل المحتمرة مؤكدا ان اياد القوات الايرانية على الزناد لاطلاق صواريخ قوية لتدمير الاهداف المحددة وهدد بمهاجمة اسرائيل اذا ارادت تل ابيب اتخاذ اجراء ضد منشآت ايران ومراكزها النووية ومشيرا الى ان التهديدات الاسرائيلية للمنشآت النووية الايرانية تجعل من الممكن مراجعة السياسات والاعتبارات النووية المعلنة والانحراف عنها من جهتي قال القائد العام للحرس الثوري ان ايران سترد من اراضيها على اي هجوم اسرائيلي يستهدف مصالحنا او مواطنين مشيرا الى ان المواقع النووية في امان تام في هذه الاثناء كرر وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان كرر تصريحاته بالتأكيد مرة اخرى على ان ايران اطلعت الولايات المتحدة بشكل مسبق على العملية وقال ان بلاده لا تسعى لتصعيد التوتر مع اسرائيل في المنطقة واشار عبداللهيان الى ان بلاده اكدت للامريكيين انها لن تستهدف قواعدها ومصالحهم في المنطقة اقر مجلس النواب الامريكي سلسلة من المشاريع المتعلقة بردع ايران ومعاقبتها على استهداف اسرائيل وانصت التشريعات على الغاء بعض العفاءات والترخيص المتعلقة بايران وطالبت طهران بوقف دعم اعمال الارهاب الدولي وتقييد التشريعات الجديدة سلطة الرئيس في اتخاذ اجراءات معينة من جانب واحد فيما يتعلق بايران وتزيد من اشراف الكونجرس على هذه الاجراءات فيما يمنح الرئيس او يمنح امكانية الغاء العقوبات الثانوية المفروضة اذا قرر ان طهران توقفت عن تقديم الدعم لاعمال الارهاب الدولي نقل موقع اكسيوس عن مسؤولين اسرائيليين ان تل ابيب فكرت في شن ضربة انتقامية ضد ايران الاثنين الماضي لكنها قررت التراجع واضاف المسؤولون للموقع ان حكومة الحرب نظرت في منح الضوء الاخضر لتوجيه ضربة ضد ايران قبل ان تتريث في ذلك في وقت لاحق من تلك الليلة لاسباب عملاتية فيما نقل اكسيوس عن مسؤولين امريكيين ان ادارة الرئيس الامريكي جو بايدن حثت اسرائيل على توخي الحذر في اي انتقام من طهران من جانب اخر استبعد مسؤول امريكي في تصريحات لشبكة اي بي سي نيوز الامريكية ان تشن اسرائيل ردا على ايران قبل عيد الفصح اليهودي رغم اشارته الى ان ذلك قد يتغير مناقش هذا الموضوع من القاهرة المستشار في مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور حسن ابو طالب دكتور حسن اهلا بيك من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي الاسترار الشامي الاسترار اهلا بيك دكتور حسن ابو ده من الى اي حد يمكن ان تكون من مصلحة امريكا فعلا الا يوجه الاسرائيليون ضربة الى ايران وان تشتعل المنطقة مرة اخرى يعني هل عاد الامريكيون من هذه البوابة ليثبتوا وجودهم في الشرق الاوسط مرة اخرى يعني هل يمكن ان تكون ورقة في صالح الرئيس بايدن وهو ينهي هذه الولاية التي بدأها بانه ادار ظاهره الى الشرق الاوسط الشرق الاوسط جزء مهم جدا من المصالح الامريكية العليا ليس فقط فيما يتعلق بالجانب الاسرائيلي وانما ايضا فيما يتعلق بالمصالح الاوسعة مع المجموعة الدول العربية مجموعة الدول الخليجية ايضا لمواجهة النفوذ الروسي المتصاعد ومواجهة النفوذ الصيني ايضا المتزايد في المنطقة ككل وبالتالي كل هذه الاعتبارات موجودة في العقلية الاستراتيجية الامريكية الان بعد ان ثبتت الاحداث ان الابتعاد الامريكي عن هذه المنطقة يعني خيار غير عملي وخيار غير استراتيجي وخيار يضر بالمصالح الامريكية في كفة مراحلا وفي كفة ابعدها بالتالي فالرؤية الامريكية هنا تختلف عن الرؤية الاسرائيلية الرؤية الاسرائيلية بطرانة انفسها محور لهذه المصالح وانها هي الوحيدة التي تستطيع ان تقارب ما الذي تفعل امريكا او ما الذي لا تفعل امريكا رغم انها تدرك جيدا انها لا تستطيع ان تتصرف كثير من الملفات الا بالدعم الامريكي وأن تكون هناك قيادة أمريكية وضغوط أمريكية في مواجهة الأطراف المختلفة لكي تحقق المصالح الإسرائيلية أو على الأقل تراعي هذه المصالح الإسرائيلية بالتالي هذا الموقف من ناحية السياسية ومن ناحية الاستراتيجية جزء منه يتعلق أيضا بوضعية رئيس بايدن وحملته الانتخابية لكن في جزء منه يتعلق بالمصالح العليا أو المصالح الكبرى أو الاستراتيجيات الأمريكية التي لا يمكن لأي مؤسسة في الداخل الأمريكية أن تتخلى عنها وبالتالي هنا فكرة محورية الدور الإسرائيلي مسألة مهمة في العقلية الأمريكية لكن في نفس الوقت ثبتوا أن هذا الدور المحوري الإسرائيلي مكلف وأيضا بيضع أعباء عديدة جدا على السلوك الأمريكي وبيضع أعباء عديدة على ما يمكن أن نسمي بالدور السياسي والدور الأخلاقي والدور القيادة للولايات المتحدة ليس فقط في الشرق الأوسط وإنما في مناطق وأخليم أخرى من العالم وبالتالي هنا الخلاف هو خلاف يتم التباحث فيه لكي يحل جزئيا بين حين وآخر وهذا مرة ما نشاهده من التعليقات الأمريكية في مسألة أن هناك إمكانية لكي تمنح الولايات المتحدة يقضوا للجيش الإسرائيلي لكي يقوم بعملية في الرافع مقابل دعمها بشكل أو بآخر للقيام بعملية أو رد محدود على إيران لا يثير إيران ولا يؤدي إلى توطرات لا تريد الولايات المتحدة التورط فيها وبالتالي هناك جدل في هذا الموضوع لكن العقلية الإسرائيلية تختلف تماما عن العقلية الأمريكية في هذا الإطار سوستاري هنا نحن أمام نقطتين النقطة الأولى أن إسرائيل كانت ستوجه ضربة إلى إيران اليوم الاثنين الماضي وتراجعت وهنا أسئلة كثيرة ونقطة أخرى أن وزير خارجي الإيراني لم يقطع التواصل مع أمريكا طبعا تواصل غير مباشر بأنه أعطى للأمريكيين ما يريدون من إثباتات بأن إيران لا تشعل المنطقة بشرط أن إسرائيل لا ترد وهنا سؤال في إمكانية أن أمريكا فعلا ضغطت على أن لا ترد إسرائيل بهذا الشكل يعني ما رسى الأمريكيون ثقة لهم السياسي بشكل كامل في الضغط على إسرائيل بأنهم لن يردوا وبالتالي ربما لن يردوا في الفترة القادمة تحياتي لك أستاذ محمود والدكور حسن والجمهورك الكريم يعني أعتقد أن السياق الأمريكي هو ممارسة الضغط كما تفضلت على كل من الطرفين على الإيرانيين وعلى الإسرائيليين بهدف عدم إشعال المنطقة في النهاية وهذا كان الهدف الاستراتيجي للولايات المتحدة منذ السابع من أكتوبر وهي تعتقد أنها نجحت فيه على الأقل نسبيا باستثناء التطور الأخير الذي تم حينما قصفت إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق وردت إيران على هذا النحو أعتقد أيضا أنها هي التي مارست على إسرائيل بدرجة كبيرة ضغوطا بالإضافة إلى الأوروبيين بالتأكيد من أجل إقناع إسرائيل بأنها لم تخسر شيئا وأن الهجوم فاشل وأن الدفاعات الجوية الإسرائيلية والتحالف أيضا نجحوا في صد هذا الهجوم لكن في النهاية أعتقد أن التصريح الإيراني الأخير فيما يتعلق بإمكانية تغيير العقيدة الإيرانية فيما يتعلق بالأسلحة النووية أعتقد أنه يأتي في هذا السياق سياق الضغط المتبادل بين الطرفين خاصة أن الإسرائيل مفهوم أنها لن تقوم أبدا بقصف المواقع النووية الإيرانية إلا بضوء أخضر أمريكي لأن هذا من شأنه أن يغير كثيرا في استراتيجيات المنطقة وسوف تتحمل الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل عواقب ذلك بالإضافة إلى المنطقة ككل وهذا آخر ما تريده الولايات المتحدة هي أوضحت بالتأكيد موقفها في هذا الأمر بالإضافة إلا أنه توجد فتوى من خامنئي منذ فترة طويلة بأن هذا حرام مسألة تخصيب اليورانيوم وتحويله إلى قدرة نووية لكن طبعا معروف أن المواقف الإيرانية تتغير ويمكن أن تفعل ذلك في أي وقت لا أعتقد أنه في النهاية سيكون هناك تحول في العقيدة الإيرانية إلا إذا بالفعل قامت إسرائيل بتوجيه ضربة وهناك تقديرات كثيرة لدى فرق مختلفة في الولايات المتحدة بحثية وفكرية تتعلق بأنه حتى لو ضربت المفاعلات النووية الإيرانية أو الأجهزة الخاصة بتخصيب اليورانيوم فإنها تمتلك الآن التكنولوجيا وربما تعود خلال أقل من سنة للنقطة التي كانت عليها وبالتالي هذه الضربة فقط ستؤخر إيران عن القيام بالتخصيب وسوف يكون التخصيب مؤكداً وتحويله إلى قبلة نووية بعد عام من الآن وبالتالي لا أعتقد أنه إسرائيل يمكن أن تفعل ذلك إلا إذا كانت هناك بالفعل مؤشرات قوية على أن إيران تقوم بالفعل بتخصيب اليورانيوم من أجل قبلة نووية دكتور حسن يعني ما أشار إليه لسؤس طارق هو تصريح لقائد كبير في الحرس الثوري يتحدث على تغيير العقيدة أو مراجعة العقيدة النووية يعني هما أعلنوا في 2003 أنه برنامج من أجل الأغراض السلمية وفقط وبالتالي تغيير العقيدة يعني التحول مما هو سلمي إلى ما هو حربي يعني يعلنوا صراحة أنهم يسعوا لامتلاق قبلة نووية لكن هذا حدث في النظام العالمي أنه كوريا الشمالية هددت ونفزت وبالتالي أنت أمام نموذج غير مستبعد ولكن أسألك عن أبعاد هذا إن حدث في منطقة الشرق الأوسط يعني إن أقبلت إيران فعلا وخرجت في مؤتمر صحفي وعلنت أنها غيرت عقيدتها من عقيدة نووية سلمية إلى عقيدة نووية حربية تسعى لامتلاق قبلة نووي يعني طبعا تحية لحضرتك تحية مرة أخرى للأخ العزيز السيد طارق والأستاذ المشاهدين هذا الأمر يتوقف على ماذا تريد إيران من إذا حاولت أن تتحول إلى امتلاك قدرات نووية عسكرية يعني دعني أشير هنا إلى نقطة مهمة جدا جدا في هذا الموضوع امتلاك القوة النووية عسكريا لا يعني إطلاقا أن تكون هناك عقيدة هجومية إسرائيل لديها القدرات النووية الهند لديها قدرات نووية باكستان لديها قدرات نووية لا يستطيع أي طرف من هذه الأطراف أن يمارس ما يمكن أن نسميه بهجوم نووي على الأطراف الأخرى لأسباب مختلفة أسباب سياسية وأسباب استراتيجية وأسباب أيضا بيئية وكما نعلم أن هذا الموضوع لا يمكن السيطرة علي من ناحية البيئية وأن الرذاز والغبار النووي يمكن أن يمتد إلى مسافات طويلة تضر أيضا الذي يقوم بمثل هذا العمل وبثل هذا الهجوم وبالتالي فامتلاك القدرات النووية عسكريا يمكن أن يكون له طابع دفاعي أكثر مما يكون له طابع نجومي وبالتالي يؤكد حالة من حالات لكن التعامل الدولي يا دكتور حسن وأنت أستاذنا التعامل الدولي في هذه النقطة يختلف يعني أن يتعامل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأمم التحدة مع الدولة على أنها دولة نووية ومعلنة زي ما حددك أشرت إلى باكستان إلى الهند إلى إسرائيل غير ما يكون التعامل مع دولة قد تكون تسعى للمتلاك لأنها لم تمتلك بعد التعامل الدولي يكون مختلف التعامل الدولي هنا تقصد به التعامل للقرى الأوروبية والولايات المتحدة لأنه كثير جدا يعني ينظرون إلى حق مثلا باكستان في امتلاك قوة رادع نووية لأنها تشعر بما يمكن أن أسمي بالخطر من قبل دولة كبيرة مجاورة الهند الاعتبارات تاريخية وأيضا اعتبارات عقدية واعتبارات مختلفة وبالتالي فهنا ثابتت ما يمكن أن أسمي حالة من حالة التوازن بين الطرفين فكرة الحرب أصبحت ملغاة تماما من قبل قيادات البلدين ربما تكون هناك منوشات دبلوماسية منوشات عسكرية محدودة بسيطة لكن فكرة أن يكون هناك نوع من أنواع الحرب المفتوحة بالتأكيد ألغيت تماما بين الطرفين حتى فيما يتعلق بمساعي الهند التي قامت بامتلاك أمبناء نووية منذ أكثر من 40 عاما كانت نظرتها أيضا فيما يتعلق بالمخاطر والمخاوف من تجاه الصين باعتبارها دولة كبيرة وأيضا تمثل قدرات نووية وهكذا وبالتالي ففكرة أن يكون هناك نزع شرعية عن هذه الدول هذا الأمر مرتبط أساسا برغبة الأمريكية في أن يتم السيطرة على الانتشار النووي الذي لا يضر في المنطقة لا يضر إسرائيل لكن إذا حدث هذا الأمر من ناحية دفاعية من جانب الإيران بالتأكيد سوف تتغير الصورة الاستراتيجية في الإقليم تماما لن تستطيع إسرائيل أن تكون لوحدها هي القوى النووية حتى هذه اللحظة نحن نعلم أنها قوى نووية لكنها قوى نووية غامضة بعيدة تماما عن الرقابة الدولية بعيدة تماما عن أي شيء وبالتالي فهذا الأمر سوف يغير الصورة الاستراتيجية وبالتالي سوف يدفع الكثيرين أن يفكر بطريقة مختلفة في المنطقة شكرك دكتور حسن أبو طالب شكرا جزيلا لك سستاري الشامي شكرا جزيلا وشير لبعض العواجل أمريكا وإسرائيل تجريان محادثات حول رفح وسط توتر مع إيران وإسرائيل تنتظر الضوء الأخضر لبدء عملياتها في رفح على مرحلتين مرحلة إجلاء السكان والمرحلة الأخرى هي بدء العمليات وبالتالي ربما يكون هذا هو المحور الأكثر سخونة في الساعات القادمة أكد بيان للخارجية الأمريكية إدراج الحوثيين على قائمة الكيانات الإرهابية المدرجة بشكل خاص وذلك يدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوم بسبب هجماتهم المتكررة في البحر الأحمر وطلبت الخارجية الأمريكية بمحاسبة الحوثيين على هجماتهم غير المسبوقة على السفن الدولية التي تمر عبر البحر الأحمر وخليج عدن لكن لا يجب أن يكون ذلك على حساب المدنيين اليمنيين كما أكدت الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستواصل العمل بشكل وثيق خلال مدة ثلاثين يوم المخصصة لتأخير التنفيذ مع أصحاب المصلحة ومقدم المساعدات والشركاء الذين يلعبون دورا حاسما في تسهيل المساعدات الإنسانية والاستراد التجاري للسلع الحاسمة إلى اليمن قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على إيران ردا على هجومها على إسرائيل بما في ذلك تقييد تصدير البضائع وتقييد توريد الأسلحة إلى روسيا وإلى وكلاء إيران فيما يتعلق بالعقوبات على إيران ما نتخذه هو إجراءات تقييدية فنحن نقيد تصدير البضائع وتوريد الأسلحة إلى روسيا وإلى وكلاء إيران الذين يشكلون جزءا من عملية زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط لا أريد أن أبالغ ولكننا على حافة حرب في منطقة الشرق الأوسط والتي سترسل موجات صدمة إلى بقية العالم وخاصة إلى أوروبا علينا أن ندافع عن إسرائيل بقوة ولدينا الدليل لأن الصواريخ والمسيلات التي أطلقتها إيران تم سقاطها بفضل القدرات العسكرية للولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا أشير أيضا لهذا العاجل تبعا لموقع أكسيوس مسؤولان أمريكيان ينفيان بشكل قاطع أعطاء بايدن الضوء الأخضر لعملية في رفح مقابل أن تمتنع إسرائيل عن مهاجمة إيران سنتابع هذا الملف ندد مسؤول مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بهجوم إيران على إسرائيل وتعهدوا بمواصلة العمل عبر كل السبل الممكنة لتسخير الأصول السيادية الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا وجاء في بيان مشترك لوزراء مالية ومحافظة البنوك المركزية لدول المجموعة أنهم يتعهدون بالتنسيق الوثيق لأي إجراء مستقبلي لتقويض قدرة إيران على الحصول على الأسلحة أو إنتاجها أو نقلها لدعم الأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار من جزيرة كابريل إيطاليا تنضم إلينا موفدة الحدث ناديا البلبيسي ناديا أهلا بيكي من بروكسل أيضا معنا مرسلنا هناك نور الدين الفريد نور الدين أهلا بيك أبدأ مع ناديا وهي تتابع أعمال هذه القمة وبالتالي أسألك ناديا عن ما خلص إليه هذه المجموعة في نوعية العقوبات المفروضة لأن كل هذه الدول الموجودة فرضت فعلا عقوبات وحزم عقوبات متتالية على إيران وبالتالي ما هو الجديد الذي يمكن أن يفرض ويكون مؤثر على الإيرانيين أهلا بك محمود أستطيع أن أقول بأن هناك بعض التحديثات لما ذكرناه في النشرات السابقة وهو أن ربما هذه المجموعة مجموعة السبع وأوروبا بالتحديد ونور سيتحدث أكثر عنها ستبدأ بفرض هذه العقوبات على إيران يوم الخميس طبعا ننتظر البيان النهائي غدا لهذه القمة التي تحضر للقمة الرئاسية التي أيضا ستكون في إيطاليا في منتصف يونيو القادم لكن الحديث هو استهداف القطاعات العسكرية إنتاج المسيرات والصواريخ وخصوص الصواريخ الباليستية الإيرانية والتقييد أكثر ربما وتجديد القيود على كل العقوبات السابقة ومن هنا حتى هناك ربما بين ملف إيران سواء كانت في هذه المسيرات التي ترسلها لوكلها في المنطقة سواء كانوا الحوثيين أو حزب الله والميليشيات العراقية وأيضا التي ترسلها إلى روسيا لقتل المدنيين في أوكرانيا وأوكرانيا موضوع مهم أيضا على قائمة هذه أجندة وزراء الخارجية لكن التوتر كما ذكرنا في أشراق الأوسط الخوف بالفعل من أن يكون هناك تصعيد وكما سمعنا من جوزيف بوريل قبل قليل بالفعل بأنه يخشى أن تكون هناك حرب واسعة لا يستطيع أحدا أن يسيطر عليها ومن هنا جاءت التأكيدات أولا بحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها وأيضا بفرض هذه العقوبات حتى ربما تقنع إسرائيل بعدم القيام بضربة عسكرية ما ذكرته قبل قليل أنا بالفعل كانت بعض وسائل الإعلام قد نشرته أو تناقلته وهو أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية وحلفائها طبعا في مجموعة السبع يمكن أن يسمح الإسرائيل بأن تقوم بعملية عسكرية واسعة في رفح طبعا مقابل أن لا توجه ضربة عسكرية لإيران البيت الأبيض بالفعل والمسؤول في الوفد الأمريكي الذي يرافقه وزارات الخارجية يقول أنه معروف الموقف الأمريكي مبدئي وثابت ولا يتغير وهو أن الولايات المتحدة تعارض الخطة إذا لم يكن هناك بالفعل حماية للمدنيين وإجلائهم يعني الولايات المتحدة على فكرة خليني أوضح هذه النقطة بالتحديد لو سمحتني بشكل سريع هو أنها لا تعارض العمليات العسكرية في رفح هي تعارض أن يكون هناك وجود لمليون ونصف فلسطيني تهجروا أكثر من مرة وبالتالي يمكن أن يتعرضوا لعمليات قتل واسعة لكن هي مع إسرائيل كما تقول واشنطن في حقها في ملاحقة الألوية الأربعة المتبقية لحماس والموجودة حاليا في رفح لكن حتى الآن إسرائيل لم تقدم أي خطة حقيقية لحماية المدنيين أو إجلائهم عن المدينة يعني أوضح نادية هذه النقطة لأنه كانت هناك مصادر من موقع أكسوس بتنفي فكرة المقايضة يعني الأمريكيون ينفون فكرة أن يسمحوا للإسرائيليين برد على بعملية في رفح بشرط أن لا يقدم الإسرائيليون على ضربة في إيران الأمريكيون ينفون هذه النقطة ونادية أكدت لنا هذا الخبر لأننا كنا نتدوله من مواقع أخرى الآن طيب نور دين الفريدي الأوروبيون نور اختاروا دائما العقوبات العسكرية على إيران لو تذكر الصواريخ الباليستية وغيرها والأوروبيون الأمريكيون دائما يفرضون هذه الشروط القوية اقتصاديا انطلاقا من قاعدة ترامب وقتها يعني وبالتالي عسكريا نور ما هي تلك المواضيع التي سيكون فيها تقييد أكثر وربما يكون جديد هذه المرة على مسألة الصواريخ أو قطع غير المسيارات أو شيء من هذا القبيل أوروبيا نور سمح سأضيفه شيئا قليلا تكمنة لما تفضلت به زميلة نادية متعلق برفح البيان الأوروبي الذي صدر صباح اليوم يؤكد على وجوب وقف إطلاق النار أو يدعو إسرائيل لوقف إطلاق النار وزيادة المساعدات لكن هذا البيان عكس البيانات السابقة لم تأتي في أي إشارة حول رفح جوزيب بوريل قال حرفيا صباح اليوم أنه يعارض ويدعو إسرائيل إلى عدم اجتياح رفح ولكن مصادر القمة هنا في بروكسل أكدت أن على طاولة الاتحاد الأوروبي البارحة يعني في لقاشات البارحة على مستوى القادة هناك اختلافات هناك قادة تحدثوا صراحة عن وجوب وعدم اجتياح رفح والبعض الآخر سمتها ولم يتحدث إطلاقا أو لم يتحدث في اتجاه دعوة إسرائيل بعدم اجتياح رفح بمعنى أن ربما هناك شيء مما غذل نظر الصمت تجاه ما يمكن أن تقوم به إسرائيل قريبا في رفح لا نور قبل أن تنتقل من هذه النقطة هذه نقطة شديدة الخطورة يعني ما صرح به القادة الأوروبيون في رفض عملية إسرائيل في رفح لم يتضمنه البيان الذي صدر وهذا ينم على أن هناك خلافات بين القادة الأوروبيين وكأنه ثمت سماح من القادة الأوروبيين لإسرائيل بعملية في رفح أرجو الكلام لنا صحيح ما قلته صحيح هذه نقطة شديدة الأهمية صحيح إطلاقا يعني صحيح مئة بالمئة شديدة الأهمية هناك إجماع حول المطالبة بوقف إطلاق النار ولكن على طاولة النقاشات الحدث تؤكد من أن على طاولة النقاشات هناك قادة تحدثوا صراحة بعدم بوجوب عدم اجتياح رفح وآخرون ظلوا صامتين يفهموا من ذلك أن بعض الدول لها نوع من تفاهمها لما قد تقوم به إسرائيل أو للذرائع التي تسوقها إسرائيل في تبرير تهديداتها ومخاطر اجتياحية تهديداتها باجتياح رفح أنتقل إلى العقوبات نور العقوبات خصوصا العسكرية منها وما تعلق بالصويخ الباليستين تفضل نعم الخبراء الأوروبيون بتوصية من الوزراء ومن القمة بدأوا أو شرعوا في البحث في تفاصيل القانونية والتقنية لإدراج المزيد من المسؤولين والمزيد من الكيانات الإيرانية التي تساهم مباشرة أو بصفة غير مباشرة في تطوير برنامج الصواريخ الباليستية وكذلك في تطوير وصناعة المسيرات ثانيا أنظمة العقوبات أو النظام العقوبات بالنسبة للصواريخ الباليستية والمسيرات سيشمل أيضا تلك الشركات أو الكيانات التي بطريقة أو بأخرى تورد هذه الأسلحة من إيران إلى العراق ومن إيران إلى سوريا من إيران إلى لبنان ومن إيران إلى اليمن وبالتالي لأول مرة في أنظمة العقوبات الإيرانية ستدرج كيانات أخرى من المنطقة تصل بي خاصة باستخدام الصواريخ الباليستية وهنا المفهوم هو الحوثيون هم الذين يستخدمون ذلك أيضا ربما بعض الفصائل في لبنان تستخدم أنواع من هذه المقلوبات وكذلك المسيرات في نقطة بعجالة ليس هناك من اتفاق البارحة على الصعيد السياسي فيما يتعلق بطلب بعض الدول إدراج الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب هذه مسألة ذات تعقيدات قانونية لا يمكن للاتحادي أن يبادر بإدراج الحرس الثوري من دون وجود حكم قضائيا ثابتا في أحد دول الاتحاد محمود شكرا كنور دين الفريدي من بروكسل وناديا البلبيسي من جزيرة كابريل إيطالية شكرا جزيلا لكم بعد الفاصل إلى عنوان جديد وفيه الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة معركة رفح لأنها ستشكل كارثة كبرى يسعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم أو جاعهم أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث الآن وفي كل مكان من العالم وفي كل الوقت حدث يغير شيئاً ما في حياة أناسه في قرارات قادة وفي مصاري دول لأنه لكل خبر تداعياته جابع الحدث في مكانه وزمانه الدقة الموضوعية والسرعة في نقل الأحداث كما هي مهمة أخذناها على عاتقنا منذ البداية الأولى ولأننا نعيش في عالم التحولات السريعة كنا دائماً في قلب الأحداث بحثاً عن الكلمة والمعلومة نحن هلها لنقل وتوثيق وتحليل ما يدور على الساحات الإقليمية والدولية الحدث حيث يلتقي الواقع والإبداع في العرض والتحليل على مدار الساعة ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي ينتظر الضوء الأخضر لبدء عمليات في رفح في جنوب قطاع غزة وأضافت الهيئة أن العملية العسكرية في رفح ستتم على مرحلتين الأولى إصدار بيانات لإجلاء السكان وإنشاء أماكن ينزحون إليها ثم تبدأ العملية البرية في هذا السياق كشفت صحيفة تايمز أوف إسرائيل موافقة الولايات المتحدة على شن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في مدينة رفح في جنوب قطاع غزة وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن الموافقة الأمريكية على العملية العسكرية في رفح تضمنت شرط عدم شن تل أبيب ضربات على إيران تايمز أوف إسرائيل نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن الرد الإسرائيلي على إيران يتعرض مع رغبات الإدارة الأمريكية وهو غير واقعي نافيا للدعاءات الإسرائيلية التي تقول إن الولايات المتحدة لعبت الدور الرئيسي في صد الهجوم الإيراني ومنع نجاحه في السياق كشفت الصحيفة الإسرائيلية أن الجانب المصري لم يخفي استعداداته للتعامل مع أي تأثير محتمل للعملية المخططة لها في رفح ويأتي ذلك في وقت أكد فيه رئيس الوزراء نيتنياهو مرات عدة أنه وافق على خطط لعملية رفح وأنه تم تحديد موعد لشن الهجوم هذا وطالب المتحدث باسم الرئال الرئاسة الفلسطينية نبيلة بوردينة طالب الولايات المتحدة بإضاح موقفها من تقارير تتحدث عن سماحها لإسرائيل باجتياح رفح مقابل عدم دخولها في حرب شاملة مع إيران كما حذر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية من خطورة معركة رفح لأنها ستشكل كارثة كبرى لأن أكثر من مليون ونصف فلسطيني يتواجدون في رقعة صغيرة في رفح وطالب المسؤول الفلسطيني العالم العربي بالتحرك والضغط على أمريكا لوقف هذه الحرب وناقش هذا الموضوع بتوسع من ديزلدورف دكتور جمال نزال متحدث باسم حركة فتح دكتور جمال أهلا بيك دكتور سأبدأ بالعاجل سريعا أن مجلس الأمن هيصوت اليوم على طلب فلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وهنا أسألك عن توقعاتك يعني يكفي أن أمريكا ترفع فيتو واحد لكل هذه الأشياء تعود إلى نصابها انتقال فلسطين من عضوية ناقصة إلى عضوية كاملة في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة الخطوة التي نسعى إليها وتنجح القيادة الفلسطينية في وضعها بالتعاون مع المجموعة العربية على جدول الأعمال العالمي مهمة جدا وحيوية بالنسبة لفلسطين لترسيخ أقدام كيان هذه الدولة الفلسطينية في عالم الوجود نحن نعلم أن الولايات المتحدة ألقت بثقلها الكامل في كفة الميزان المضادة لمصالحنا وأرسلت برقيات إلى الأجهزة الدبلوماسية في العالم تطلب منهم عدم التصويت لصالح فلسطين وكأنه بيننا وبين الولايات المتحدة فأر قديم تود تصويتها علما بأنني لا أعلم بوجود نزاع فلسطيني أمريكي على ناقة أو إبل لكن هذا هو ما تجعل أمريكا من نفسها مسخرة كأداء لخدمة مصالح إسرائيل هذا مؤسف طيب سنترق الأمر الحقيقة لأن لا أحد يستطيع أن يتوقع ما الذي يمكن أن يفضي إليه هذه الجلسة في مجلس الأمن لكن أسألك عن أيضا بعض العواجل في اتماع أمريكي إسرائيلي بعد قليل بخصوص رفح وفي تحذير لدكتور لسابوردينا في مسألة أن هذا سيكون كارثة كبرى تعرض لها مليون أكثر من مليون ونص يعني في هذا المربع الصغير في رفح الجنوبية أسألك عن هذه المسألة إلى أي حد يمكن توقع ما يفضي إليه هذا الاتماع الأمريكي الإسرائيلي يجب أن نتوقع الأسوأ من كل من إسرائيل والولايات المتحدة إنهم يتفننون في الجنون إسرائيل تتفنن في الإجرام ومسألة رفح مفزعة بشكل خاص لنا ليه؟ لأنه في رفح رغم كل الدمار الذي يحصل في غزة الآن ويحصل منذ ستة شهر لا زال هناك إمكانية يعني نوع من السوق تتوفر فيه بعض الإمكانيات حيث يأتي الناس من دير البلح والمصيرات وخام يونس للتسوق في رفح بما لا يجدونه في مناطق أخرى من غزة وتظل رفح شريان رئيسي يغذي باقي غزة على شح ما يدخل إلى رفح الآن إطفاء هذه الشعلة خطر على حياة كل سكان غزة وهو بمثابة حكم إعدام لكن هل تبالي إسرائيل والولايات المتحدة بحكم إعدام لشعب من 2.5 مليون في غزة ونسمع في إسرائيل أصوات ليكودية عنصرية تدعو إلى القضاء على كل من في غزة هناك جنون قطار من الجنون تستقله إسرائيل وتتحكم من خلاله بالإرادات الأمريكية أيضا هذا مفزع سأسألك عن ما طلب به نبيلة بوردينة لكن أشير لبعض العواج الواشنطن ولندن تفرضان عقوبات على إيران كنا قبل قليل نتساءل مع ناديا البلبيسي ومع نور الدين الفريدي على نوعية هذه العقوبات وخصوصا الشق المسلح فيها الآن العقوبات تطال مصنعي مسيرات وهذه العقوبات قد تكون جديدة بعد ما كنا نتحدث عن عقوبات عسكرية الحزمة الأوروبية وقتها كانت تستهدف الصوريخ البلستية في شقها العسكري انضاف إليها هذه المرة في العقوبات الجديدة المسيرات وتصنيع المسيرات بعد أن احتلت إيران مراتب متقدمة في صناعة المسيرات على مستوى العالم وقيل أنها كانت تصدر إلى الروس في حربها الأوكران دكتور جمال هنا أسألك نبيل بوردينة يطالب العالم العربي بمزيد من الضغط كيف يعني من يطلب شيء حتى يحدده نحن أمام مجموعة عربية تحركة دبلوماسيا ومجموعة إسلامية من منظم التعاون الإسلامي ومن الجامعة العربية ما الذي يمكن أن تفعله المجموعة الإسلامية أو المجموعة العربية في يطار ضغط بعد أن مورس كل الضغط كما يقول البعض العالم العربي كتلة قرية عظمى نعم الجي دي بي العربي بالمقارنة مع الغربي ليس كبيرا لكن هناك هامش تفاوضي كاسح متوفر لدى الدول العربية يكفي إلغاء صفقة صغيرة مع أحد الدول الغربية للضغط عليها الغرب يفهم لغة المصالح ولدى العرب من المصالح الكثير العرب يستطيعون أن يفعلوا الشيء الكثير من خلال الامتناع عن تقديم أشياء معينة والشروع بممارسة وسائل ضغط متوفرة لدى الأمة العربية وليس لسنا بحاجة لنعلمهم ما يصنعوا نحن نرى أنهم معنا قلبا وقالبا لكن بعد كل الذي فعلت إسرائيل لا تستحق هدايا من العرب لا تستحق تسامح أو صبر أو فرص جديدة هذه دولة خطيرة وهذا الاستعلاء الغربي يعني نحن لسنا مشهورون بأننا أصدقاء لإيران وهذه حقيقة ولكن مجرد أن إيران دافعت عن نفسها أصبحت هي الشيطان وكأنه مطلوب من أمة الشرق عموما أن تكون ملطشة لهذه الدول التي تنطلق من رؤى عنصرية يعني هذا الغرب ماذا يريد من العرب؟ بصراحة حتى في الإعلام الغربي نسمع نبرع عنصرية بغيضة يعني من ينهض للدفاع عن نفسه يصبح هو محط العقوبات طب حط عقوبات عسرائيل طيب سؤال هنا سريع بعض التصريحات من قادة حركة فتح يقولون السلطة ستكون متواجدة في غزة في اليوم الثاني لإيقاف العدوان والحرب على غزة وكأن هذه رسالة تطمينية للغرب الذي يريد أن يضمنوا الإسرائيليين أن يضمنوا أن لا تكون حماس موجودة في غزة بعد اليوم الثاني لإيقاف الحرب هل تفهم بهذا الشكل دكتور جمال؟ العائق الأساسي لوجود السلطة الوطنية في غزة هو إسرائيل إسرائيل لا تريد أن تكون السلطة الوطنية في غزة ولا تريد أن تكون حماس في الضفة لأن هذا يعني وحدة إسرائيل معنية بإدامة الإنقسام الفلسطيني ونحن السلطة الوطنية لها حق كامل في أن تقدم الخدمات إلى شعبنا قدر ما تستطيع حيث ما تستطيع دون استئذان أحد لا تنسى أن هذه البلاد لها رئيس منتخب هذه البلاد لها رئيس منتخب والرئيس أبو مازن محمود عباس له كامل الحق وعليه الواجب الكامل في أن يؤدي واجبه تجاه شعبه وناخبه في غزة أيضا مرة أخرى أكرر دون استئذان أحد لأنه رأس الشرعية ورمزها وعلى إسرائيل أن تقبل بذلك وبطلوب من الولايات المتحدة أن تقبل بذلك أيضا إنه من غير المقبول أن يتم إقصاء سلطة رئيس شرعي واستجلاب قوة غير شرعية مكانا شكرك دكتور جمال نزال متحدث باسم حركة فتح دكتور جمال شكرا جزيلا لك في تصريح لنائب رئيس حركة فتح محمود العلولة كده أن السلطة الفلسطينية ستكون حاضرة في قطاع غزة بعد الحرب نافيا أن تكون هناك أي خلافات داخل حركة فتح حول تشكيل الحكومة الفلسطينية وأن فتح تتواصل مع كل الفصائل الفلسطينية لتنسيق المواقف واحتواء أي خلاف مع أي حزب أو فصيل آخر وحول اتهامات حماس للمخابرات الفلسطينية بالعمل في غزة خلال الحرب ذكر لصحة لهذه الاتهامات مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تسعى لإيصال المساعدات وأوضح العلول أن أية إصلاحات في البنية الأساسية والإدارية هي إجراءات مطلوبة فلسطينيا وليست إملاءات من أي طرف بالخارج إذن يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم على طلب فلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بدلا من وضعها الحالي كمراقب وهو تحرك من المتوقع أن تعرقل الولايات المتحدة حليفة إسرائيل لأنه سيكون اعترافا واقعيا بوجود دولة فلسطينية وأفادت مصادر دبلوماسية بأن الجلسة قد تؤجل إلى الجمعة لإفساح المجال أمام مزيد من المدولات ويلزم لموافقة المجلس على أي قرار تأييد تسع دول على الأقل وعدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية حق النقد الفيتو أشير أيضا لبعض التصرحات التي تصدر من الرئيس الأمريكا ومن البيت الأبيض بايدن يقول أنه وجه بمواصلة فرض العقوبات التي تستهدف الصناعات العسكرية الإيرانية وأشير إلى أن بند الصناعات العسكرية الإيرانية كان مرتبط باتفاق 2015 والمفروض كان يبطل هذا ويتم تزويد إيران ببعض الأشياء ولكن استؤنف مرة أخرى بعد أن أصر الغرب والأمريكيون بعد أن انسحب الأمريكيون في 2018 من هذا الاتفاق إذن البيت الأبيض مرة أخرى يوجه بمواصلة فرض العقوبات تستهدف صناعات عسكرية وخصوصا الصوريخ الباليستية وانضاف إليها المسايرات الآن اعتبر وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي خلال مؤتمر صحفي أن مسألة حماية النازحين السوريين في لبنان بتطبيق القانون منوها إلى أن بلاده لا تتحمل النزوح الاقتصادي كما أكد مولوي أن السلطات اللبنانية لن تسمح بتوترات أمنية على أراضيها وأن حل المشاكل يكون بالاحتكام للقانون لبنان لن يقبل من مسألة الأمن الذاتي في بعض المناطق نحن نقول أن حماية المواطن السوري تكون بتطبيق القانون يلي عم يقوم في الأمن العام لدراسة وضع كل سوري موجود في لبنان وما إذا كان وجوده شرعي وما إذا كان وجوده لأسباب أمنية أو لغير أسباب أمنية لأنه نحن قالنا أنه لبنان لا يحتمل النزوح الاقتصادي وتنأكد أنه ما رح نسمح بتوترات أمنية بهذا السبب أو بأي سبب على الأراضي اللبنانية نحن أكدنا قدام الكل ضرورة تطبيق الأوانين لأنه الحل دائما لكل المشاكل يكون بالاحتكام إلى القانون والدستور وما التزم به لبنان وضرورة تطبيق تعاميم وزارة الداخلية المتخذة وفقا للقانون واللي بدأت تطبيق فعلا أنا هون بقول لللبنانيين لكل اللبنانيين وللبلديات أنه لبنان ما بيقبل الأمن الزاتي الحرب خلصت اللبنانيين منهم بحالة حرب منهم بحرب بين بعضهم أبدا لأنه هذا الموضوع إذا بدنا ننجح أن نوصل فيه لنتيجة لازم يكونوا كل اللبنانيين موحدين ومتفقين على تطبيق الآنون بهذا الموضوع بكل مواضيع أشير أيضا لبعض العواجل نحن نتابع ما يتمخض وينتج عن هذا الاتماع لمجموعة السبع في إيطاليا بريطانيا بتدرج ثلاثة عشرة جهة جديدة على نظام العقوبات الخاص بإيران إذن أمريكا وبريطانيا يتصدران دول العالم الأكثر فرضا للعقوبات على إيران حتى الآن ثلاثة عشرة جهة جديدة فرضت على النظام الخاص بالعقوبات على إيران من قبل بريطانيا وقبل قليل كان الرئيس الأمريكي يعني يعلن حزمة عقوبات جديدة أو مستمرة على النظام العسكري الإيراني نعود إلى سياق نشرتنا وإلى لبنان تحديدا يعاول لبنان على مشاركة رئيس الحكومة نجيب مقاتي في مؤتمر بروكسل للشهر القادم لبحث أزمة النزوح السوري في لبنان وتشهد أزمة النازحين السوريين في الأيام الأخيرة حراكا لبنانيا يتزامن مع تعاميم وتوصيات تصدرها الجهات المعنية للحد من النزوح وأعلن مقاتي الأسبوع الماضي أنه يتم العمل على حل مهم جدا في ملف النزوح السوري ويستم الكشف عنه نهاية الشهر الحالي وتعمل حكومة تصريف الأعمال في لبنان على تنظيم الوجود السوري كمرحلة أولية في موازات الاتصالات المستمرة مع المجتمع الدولي فيما لا يزال الاتحاد الأوروبي يتمسك بموقفه الذي يرى أن عودة النازحين إلى سوريا غير آمنة واتفق الأسبوع الماضي مقاتي والرئيس القبرصي خلال زيارة لبيروت على أن تقوم قبرص بمسعى لدى الاتحاد الأوروبي لمنح لبنان المزيد من المساعدات الضرورية وإعطاء النازحين السوريين حوافزة للعودة إلى بلادهم وقعت شركات عراقية وأمريكية سلسلة من الاتفاقات في مجال الطاقة بحضور رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني ومسؤولين أمريكيين وتهدف الاتفاقات التي تم توقيعها في واشنطن إلى التشجيع على الاستثمار في معالجة 300 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي في حقل بن عمر النفتي ويمكن أن يساعد معالجة أو تساعد معالجة الغاز في استخدامه في إنتاج الكهرباء ما يقلل من الاعتماد على الكهرباء الإيرانية وتتعلق الاتفاقات أيضا بمد خطوط أنابيب بطول 400 كيلو متر لنقل الغاز إضافة إلى بناء منشأة بحرية للتصدير ومحطة لمعالجة الغاز ووقعت العديد من الشركات الأمريكية مذكرات تفاهم مع كينات عراقية بشأن المشاريع ومن المتوقع وفق مصادر في الخارجية الأمريكية أن يتم تطوير هذه المشاريع خلال العامين المقبلين أعلن وزير الدفاع التركي أن الرئيس التركي رجب طيب أردغان سيزور العراق يوم الثاني المقبل وهي أول زيارة له منذ 2011 وقال إن بغداد وأنقرة قد توقعان اتفاقية استراتيجية على هامش الزيارة من دون مزيد من التفاصيل وكان أردغان قد أكد في وقت سابق أن قضية المياه ستكون واحدة من أهم بنود جدول أعماله خلال زيارته للعراق في حين لمح إلى زيارة أربيل بعد بغداد إذن مدة كبيرة أو زمن كبير لم يطأ أو تطأ قدم لرئيس التركي أو الرئيس التركي في العراق شابتها كثير من الخلافات نحو 13 عام لآخر زيارة لأردغان إلى العراق هذه المرة تحط طائرة الرئيس التركي إلى بغداد في زيارة تتصدرها ملفات خلافية عدة أردغان قال إن ملفات المياه والغاز الطبيعي والنفط من أهم القضايا التي ستجري مناقشتها خلال الزيارة بناء على طلب بغداد في النظر إلى هذه القضايا فيما لمح أردغان إلى إمكانية زيارة أربيل عقب انتهاء مباحثاتي في العاصمة بغداد وأشار أيضا إلى أن تركيا تدرس طلبات تقدم بها الجانب العراقي بخصوص المياه وسيسعون لحل هذه المشكلة معهم الخلاف بين العراق وتركيا مستمر حول كمية المياه التي تسمح تركيا بتدفقها إلى العراق من سدودها على نهري دجلة والفرات فيما تعتبر بغداد أن أنقرة مطالبة بإطلاق المزيد من أو بالدفع بالمزيد من المياه بينما تزعم أنقرة أن بغداد تستخدم المياه التي تتلقاها بشكل غير فعال أيضا نشاط مسلحين تابعين لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق أدى إلى توتر بين الجانبين إذ تريد أنقرة من بغداد أن تعلن أن حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية بينما تعتبر بغداد أن أنقرة تنتهك السيادة العراقية بقصف مواقع للحزب وبين الملفات التي سيحملها أردوغان معه للنقاش سيكون ملف استئلاف تصدير النفط من حقول إقليم كردستان عبر ميناء جهان التركي إذ تسعى أنقرة إلى إحراز تقدم كبير في المفاوضات مع بغداد لعودة الإمدادات النفطية التي انقطعت قبل خمسة أشهر بأمر من محكمة قضائية إلى موضوع آخر أجرت رئيسة الوزراء الإيطالية زيارة مقتضبة إلى تونس حيث وقع البلدان ثلاثة اتفاقات في مجال الدعم المالي غير أن ملف الهجرة غير النظامية ما يزال يلقي بظلاله على المباحثات الرسمية بين البلدين زيارة رابعة لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إلى تونس كان ملف الهجرة غير النظامية على رأس مباحثاتها مع الرئيس قيس سعيد في ظل ارتفاع عدد المتدفقين على إيطاليا انتلاقا من السواحل التونسية بنحو سبعة ألاف مهاجر منذ مطلع الفين وأربعة وعشرين نحن نعلم بشكل أكيد أن تونس لا يمكن لها أن تصبح دولة وصول للمهاجرين لذلك لابد من تقوية التعاون من خلال إشراك المنظمات الدولية والعمل على تقنيم تدفق المهاجرين بشكل قانوني ومتساون منظمات حقوقية لم تفوت الفرصة لتعبر في وقفة احتجاجية عن رفضها للتعاطي الأوروبي مع أزمة المهاجرين ودفع تونس لتقوم بدور الحارس للمتوسط السياستات الأوروبية اليمينية خاصة الإيطالية ساهمت في تصدير هذه الأزمات لم تعد لمبادوزا مسرحا للمشاكل ولي تدفق المهاجرين وأنه مسرحة سفاقس والعامرة مسرحا للتدفق لأن السلطات التونسية لا تبحث عن غلق الحدود الغربية على الأقل مع الجزائر من أجل منع التدفق وإنما تبحث فقط عن منعهم من الوصول إلى إيطاليا الأفارقة من جنوبي الصحراء ليس وحدهم ضحايا الهجرة غير القانونية فمصير المئات من شباب تونس ما زال مجهولا بعد أن اختاروا المغامرة بحياتهم أملا في تغيير واقعهم في إيطاليا سواحل تونس الممتدة على طول 1300 كم باتت الوجهة الأولى للمهاجرين الأفارقة تمهيدا لركوب قوارب الموت نحو أوروبا بحثا عن حياة أفضل في الضفة المقابلة للمتوسط غير مهتمين بتواتر المباحثات وتعدد الاتفاقات بخصوص الظاهرة في انتظار حل قد لا يأتي نسرين حمداوي الحدث تونس أشير أيضا إلى الخزانة الأمريكية بتفرض عقوبات على خمس شركات توفر مواد لشركات إيرانية لإنتاج الصلب وثلاث شركات تابعة لمجموعة إيرانية لصناعة السيارات وبالتالي بريطانيا تتقدم حتى الآن ثلاث عشرة جهة فرض عليها العقابات وتمانية وتلاثة يعني نقول أحد إحدى عشرة جهة من قبل الأمريكيين في مشروع مثير للجدل يصوت مدلس العموم في بريطانيا لمصلحة مشروع قانون يمنع بيع منتجات التبغ لكل الذين ولدوا بعد العام 2009 المشروع لقي معارضة عدد من نواب الحزب المحافظ الحاكم وتأييد من حزب العمال المعارض هل تنجح بريطانيا في إنشاء أول جيل خال من التدخين؟ مجلس العموم بات أقرب إلى ذلك إذ صوت كمرحلة أولى مع مشروع قانون يمنع بيع منتجات التبغ لكل المواليد بعد عام 2009 مثيرا جدلا محتدما بين مؤيدين للقرار ومشيدين بأثاره الإيجابية من جهة وآخرين معترضين على تدخل الحكومة في خيارات الناس من جهة ثانية لكن وزيرة الصحة تصر على أن القرار يحرر الناس من الإدمان النيكوتين يسلب الناس حريتهم في الاختيار والغالبية العظمى من المدخنين يبدأون التدخين عندما يكونون صغارا وثلاثة أربعهم يقولون أنهم لو أعادوا عقارب الساعة إلى الوراء لما بدأوا التدخين أراء الناس متفاوتة أيضا بشأن المنع وأن تكون غالبيتها تميل إلى رفض التدخين لا أعتقد أنه يجب منع التدخين أنا ضد التدخين طبعا لأنه سيء لصحتك وكل من يدخن يعلم ذلك لكن أعتقد أنه كلما حاولت الحكومة السيطرة على ما يفعله الناس فأنهم يصبحون أقل سيطرة على ما يفعله الناس يجب أن نمنع السجائر الإلكترونية قبل السجائر العادية وإذا كانت تدخين السجائر العادية سيء لك فإن الإلكترونية أسوأ بكثير وبحسب الحكومة فإن التدخين مسؤول عن 75 ألف موعد مع الطبيب العام كل شهر ويودي بحياة حوالي 80 ألف شخص سنويا ورغم تأييد أغلبية النواب المشروع إلا أن البعض حذر من ثقافة الحظر والتداعياته على إنعاش التجارة غير المشروعة التدخين في بريطانيا لم يعد عادة جذابة الفضل ربما يعود إلى قرار منع التدخين في الأماكن العامة عام 2007 والذي تغيرت معه النظرة إلى التدخين كعادة منبوذة وسط انتشار الوعي لمخاطره على الصحة العامة من لندن عروب عبدالحق الحدد تقدي بكم بعد ساعة من الآن إلى اللقاء اشتركوا في القناة